وايضا بشجع فيها الشركات الخاصة الخدمية اللي بتبقى شركات بيبقى كل عملها مكتبي ان يبقى العمل من المنزل بنظام الانلاين عشان نخفف الضغط على شبكة الكهرباء والاحمال وما نشغلش المباني في يوم زيادة من ايام الاسبوع يبقى حيبقى عندنا يوم الحد من كل اسبوع على مدار شهر اغسطس حيبقى العمل فيما يخص المصالح الحكومية وكل المصالح الخدمية اللي طبعا ده تبقى وفقا لما يرى كل وزير وكل مسؤول معني لان هناك بعض المصالح والمباني ما ينفعش ان احنا نشتغل فيها بنظام اونلاين في هذا اليوم ولكن الموضوع ترك لتقدير كل الوزراء المعنيين ولكن المبدأ ان الدولة كلها حيبقى يوم الاحد بتشتغل من المنزل او بنظام الانلاين علشان نخفف ونساعد في التخفيف والترشي